السلام عليكم نهاردة ان شاء الله هنتكلم عن أسعار الدهب وهنقول ازاي افضل طرق لاستثمار في الدهب مع ارتفاع الأسعار في السوق المصري بس ياريت قبل ما نبدأ تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة علشان يوصلك كل التحديثات الجديدة تراجعت أسعار الزهب اليوم في مصر بالتعاملات المسائية حوالي 35 جنيه حيث كان سعر الجرام الدهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر سجل 1050 جنيه للجرام مقابل 1085 جنيه للجرام وذلك مع تراجع أسعار الأونس للدهب إلى 1861 دولار من 1855 دولار أمريكي سجل الدهب عيار 18 900 جنيه مصريا وسجل الدهب عيار 24 1205 جنيه مصريا سجل الجنيه الدهب 8400 جنيه مصريا عالميا شهدت البورصات تراجع الدولار عن أعلى مستوى في عقدين وسط تزاود المخاوف بشأن النمو الاقتصادي الذي أدى إلى إحياء الطلب على الملازل الآمن وهو الزهب الأصفر بسبب ارتفاع الفايدة وارتفاع القرارات الفدرالي الأمريكي ارتفعت أسعار الزهب بنحو 1.9% الأسبوع الماضي بفعل تراجع عائد السندات الأمريكية أيضا نظرا لألا السبائك لا تدري أي فائدة فقد أصبح جنيه أقل جاذبية للمستثمرين عندما يتم رفع أسعار الفايدة فالذهب قصير الأجل في الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك في البورصات العالمية ومع ذلك ينظر إلى الذهب على أنه مغزى آمن للقيمة في أوقات الأزمات الاقتصادية وذلك لصغر حجمه أما بالنسبة لأسعار الفضة الفورية فتراجعت بنسبة 66 لتصل إلى 21 دولار للأونسة لكنها تراجعت بنسبة 3% وانخفضت البلاتين نحو 1% وتراجع البلاتينيوم إلى 952 دولار هنتكلم دلوقتي إن شاء الله عن إزاي نقدر نستفيد من الدهب والتجارة في الدهب مع انخفاض وارتفاع الأسعار في ظل الفايدة الأمريكية وقرارات الفضلار الأمريكي والبنك المركزي هنبدأ بأول خطوة ألا وهي ما قال له خبير الاستثمار في مجال الزهب والمجوهرات سر مجموعة المجوهرات في مصر إن هناك نصائح للمستهلكين الذين يرغبون في الاستثمار بالزهب واستغلال الانخفاض الكبير أو الارتفاع الذي يطرق على أسعار الزهب على رأسها الاستثمار في وقت انخفاض الأسعار بنسبة تصل إلى 10% على الأقل من المتوسط السعري للزهب في آخر 6 شهور والتركيز على شراء السبائك الزهبية عيار 24 بشكل خاص وأن يكون الاستثمار في الدهب من الأموال الفائدة مع عدم اللجوه إلى الاقتراض لشراء الزهب والاستثمار فيه معنى كده إن أفضل شيء في الاستثمار هو الدهب عيار 24 علشان ما فيش أي ضريبة موجودة عليه فتقدر أن أنت بالسعر اللي هتشتري به هتقدر تاخد إصاده جرامات وكذلك الاستثمار في الدهب بالأموال الفائدة يعني ما ينفعش حضرتك تروح تشتري دهب بفلوس أنت مقترد بيها أو مستلفها من حد لأن ده مش هيفيدك أو مش عائد الدهب بعد ده مش هيرجع معاك الاقتراض اللي انت اقتردته ومش هيبقى العائد كبير أما الاقتراض في الزهب هذا أمر غير صحيح فالاستثمار في الدهب يكون عن الأموال الفائدة عن حاجتك فبالتالي هتقدر أنت تاخد عائد أو مكسب أفضل من أنت تستلف فلوس أو تقترضها علشان تستثمر في الدهب وتقول أن ده وقت شراء الدهب مثلا فتقدر أنت حتى لو ما فيش مبلغ متاح أو متوفر مع حضرتك تقول أنه أنا هستلف علشان أقدر أن أنا أستثمر وأكسب بعد كده هذا غيره صحيح الاستثمار في الدهب يكون عن طريق أن يكون في الأموال الفائدة ولازم نكون علفين أن انخفاض الدهب يفوق إلى 10% خلال الستة الشراء اللي فاتت فالاستثمار في المعدن الأصفر لا يخلو من المخاطر إلى أن نسبة المخاطرة تتراوح بين 10% و 15% فقط فيما بينما تصل إلى القطاعات الاستثمارية الأخرى إلى 70% وهذه من ضمن الأسباب اللي الأفضل أن نستثمر في الدهب بس برضو في الأموال الفائدة وليس الأموال التي تم اقتراضها ومن المتوقع انخفاض الدهب عالميا في 6 شهور المقبلة بنسبة تربو إلى 10% مدفوعا بارتفاع سعر الدولار وقوة الاقتصاد الأمريكي بعد أن شهدت زبزوبا خلال الفترة الماضية في أعقاب انخفاض استمر أكثر من 6 أشهر إلى معدلا غير مسبوكا في الأعوام السابقة يعني احنا نقدر ان احنا نستثمر في الدهب طول الفترة دي بحيث ان احنا نقدر نطلع بأعلى مكسب ما نخسرش من ضمن الخسائر اللي موجودة في ارتفاع الأسعار العالمية والمحلية فنقدر ان احنا نلجأ إلى الملازل الآمن وهو الزهب الأصفر وأكد رئيس الاستثمار في الدهب إلى أنه لا يوجد أي استثمار آمن بنسبة 100% ولكن هناك خطورة تتفاوت النسب الخطورة تتفاوت ما بين العقارات والزهب والدولار فنسبة الزهب تقل أو أقلهم خطورة في ان احنا نقدر نستثمر في الدهب ما نقدرش ان احنا نخسر فيها فلوس أكبر يبقى كده أول نقطة ان الاستثمار يكون وقت انخفاض الأسعار مع تجنب الشراء وقت ارتفاعها ومن المهم أن تكون من الأموال الفائضة النصيحة التانية ان احنا نشتري الدهب عيار 24 علشان المصنعية ما فيش تقدر ان انت تستثمر في الدهب ننصح بالتركيز على السبائك عيار 24 لأن المصنعية قليلة ولفت في نصيحة ثالثة إلى أن يكون الاستثمار في الدهب من الأموال الفائضة فقد لا يتم بيع الأسهم في الصعود والهبوط وأنه يعد أداة ممتازة من الأدوات الادخار لا سيما بالنسبة للشعوب التي تعاني تزبزبا كبيرا في أسعار العملات لذلك ينصح الخبراء بالاستثمار في الزهب من خلال استبدال النقود الزهبية يتمكنوا من حماية أموالهم من هبوط القيمة وتزايد التضخم يبقى كده حضرتك لازم تكون حاطة في اعتبارك أن أول حاجة الإنخفاض الأسعار ثاني حاجة الدهب عيار 24 ثالث حاجة من الأموال الفائضة مع عدم اللجوء إلى الاقتراض رابع نصيحة إلى وهي أن الدهب يشكل ما بين 30 و40% من المحفظة الاستثمارية وهذا نجل النصيحة الخامسة وهي الامتناع عن شراء الدهب المشغول بغرض الاستثمار وخصوصا تلك التي تحوي أحجار كريمة أو شبه كريمة بكثرة يعني ما نقدرش نحن نروح نشتري عايزين نستثمر في الدهب نشتري مشغولات عيار 18 بالذات لأن ده بيكون نسبة الدهب فيه قليلة جدا والمشغولات بتبقى كتير نسبة المشغولات الغير زهبية بتبقى تشغل حيز كبير من المشغولات الزهبية فلذلك تجنب شراء الدهب عيار 18 وعيار 21 أفضل شيء وقيمة زهبية عالية هو عيار 24 هنتكلم دلوقتي عن النصيحة السادسة وهي تحديد السعر الذي يرغب المستثمر في الوصول إليه لتحقيق الربح هل حضرتك عايز تحقق ربح بنسبة كام؟ فتقدر أن أنت تشتري الكم ده من الدهب تقدر أن أنت توفر فيه مع اتباع هذه النصيحة نصيحة مهمة جدا وهي النصيحة السبعة الاطلاع الدائم على أخبار الاقتصاد الأمريكي وتقارير الدولار النقطة دي مهمة جدا آخر نقطة وهي وجود استراتيجية واضحة وبعيدة المدى وخطة واضحة للاستثمار في الدهب تقدر أن أنت تفكر أنا ليه محتاج الفلوس دي دلوقتي أنا ليه عايز أن أنا أستثمر ليه أنا محتاج مبلغ كام علشان أقدر أستثمر في الدهب وعلى أساس هذه الخطة وهذه الشروط تقدر إن شاء الله تستفيد من استثمارك في الدهب بس المهم جدا إن ما فيش نقطة تفوت على حضرتك في أي نقطة من النقاط التمانية وهذه نصائح لأن أقدمها لكم النهاردة في الاستثمار في الدهب إحنا كده تكون وصلنا لنهاية الفيديو ياريت مساج ترعبنا بلايك والاشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة